جنبي غضبي حيت فاش كنت حصب ما كنقاش نعقل وهي تقول ساندي علاش كتقول لي هاد الهضرة شنو بيني وبينك قال من اليوم انا وياك على العلاقة ساندي فرحات ولكن ما بيناتش وقالت ومعا من تشاورتي قال لي ها صخر معا راسي وهي تقول انا ماشي بحال الاينات لي كتعرف الطينا مناش مصنوعة بوحدها غير باش تقوم في بانك قال لي ها صخر كون كنتي بحال اخرين ما تكونيش معايا دابا ثقت ومدة حتى وقف قدام العمارة قربات ليه وباست وفخده وقالت تصبح على خير قال لي ها وتصبح على خير خرجات وهو تحرك مشا طاير دخلات مع باب الشقة ولا حد ساكها وضرباتها بوحد الغوطة وقالت انا واقيل حماقيت هذا غادي حمقني ايش هاد الشي كيوقع عليا هادي هي ديال النوم مع العدو مايمكنش ليين بعد عليه وقربي منه خطر عليا خاصني نرد البال لتحركاتي من هنا القدام ودازت شهرين وساندي وسخر كيتلاقاوا مرة مرة كيجي لابوات ومن بعد يوصلها لدارها والفاتوا وتعلقات بيه كتر وخطا عامولوا بارد نوعا ما ما كيمشيوا في مواعيد بحال لي كوبل ما كيتغزل فيها لاحدات بيه اللي ماشي بحال الرجال الاخرين وداك الشي اللي اجدبها ليه كتر ما كيتبل حش إيه لابغى الحاجة كيمشي ليها ديال لكتر علاقتهم طورات ولكن مختصرة على قبل وعناقات باش كتكون معاه كتنسى راسها ولكن غير كيغب عليها كترجع تفكر في أولوياتها اللي على رأسهم الانتقام شغلات في الآوينة الأخيرة وأشلات خطوتها التالية لبعض الوقت ولكن في نفس الوقت داي ربحت على تحركات ضحيتها الجديدة فقد كتتسنها الوقت المناسب وضرب ضربتها أما بالنسبة للصخر فساندي جاتوا مختلفة على البنات اللي عرف قبل وعجباتوا كتتصرف على طبيعتها وما كتداعيش المثالية الصباح بعد ما فاقت غادير دارت روتينها الصباحي ومشات للمجلة دخلات وطلقات بالبنات اللي خدامين معها طلعوا كاملين فلاسونسور وهي واقفة في الجنب وحادرة راسها وهما واقفين بجوجات القدام كيهضروي معنيوها ديها كأنها ما كيناش قالت البنت الزولة هادي المجلة نزل مستواها وليه كيقبله غير اللي كان وهي تقول البنت الثانية عندك الحق بنادم عنده حتى علاقة بالموضة كيفيق ويللقاها قدامه كيخرجها ويتم جايب لحشمة ما عرفتش واش هادي مجلة ولا مدرسة غادير عرفات الهضرع ديها وحسات بالحقرة وما عندهاش الشجاعة تواجههم وتدافع على راسها هبطات راسها واجعلها نزل على وجهها كتحاول تغطيه باش ما يشوفوش دموحها ويزيدو جرحوها وكيف تحل المسعد خرجات كتجري لطوالات وهما كيدحقوا على الجهد حيتعرفوا باللي أطروا عليها دخلوا للمكتب المشترك وكل وحدة قلسات قدام المكتب ديالها سيف كل مرة كيهز راسو يشوف جهة البان وهو يقول موجه حضرته الوحدة في دوك اللي يلا هدخلوا ما بانت ليكش غادير ما موالفاش تعطم البنت عوجات فمها وقالت راها في الطوالات سكنات فيها خلاها كتهدر وخرج جهة الطوالات ووقف قدام دياللبنات ما يمكنش ليه يدخل تحل الباب وهي تباليه خارجة وعينها حمرين قال لها سيف غادير مالكي قالت وانو غير عيانة شوية وهو يقول واش باقي فيك لوجه هاديك الساعة ما تجيش حتى تتحسن حالتك قالت لا دابة شوية جرها من ايدها ودخلوا المكتب وكونش يمتبع لهم العين خاصة لبنات قلسات وبدأت خدمتها وسيف مرة مرة كيهضر معها ويسولها واش شوية وصل وقت الغداء وبدأوا الموظفين كيخرشوا يلا وقف سيف وهو يصوني ليه التليفون قال نعم اه هو انا اوكي شوية ونجيب اقطع ووقف على غادير اللي باقة خاشية راسها في الباسي قال لها بس ميس غادير هزيت راسها وقال نوضي خلاص ديما انتي اخر واحد يخرج هزي ساكك ويلا قالت فين وهو يقول لها المركز لقاو ساكك مليوح وفيه وراقك قالت غادير بالصاح والتليفون والطابلات سيف قال لها واش انتي حمقى الشفار ليش خداليك الساك حمدي الله اللي خلاليك الوراق خرج هو وياها وركبوا فوق الموتور ومشاول المركز هبطوا ودخلوا ومشا ديري كتل المكتب اللي جاوليه من قبل اعطاهم الشرطة الوراق ديالها وشكرهم سيف وخرجوا قال لها سنيني هنا هاني جاي ما تتحركيش من بلاستيك قالت فين هادي وهو يقول لها سيف ما غاديش نتعطر مشا سيف مع الرواق ودار وبقى كيقلب حتى وصل حدا وحد الباب فيه اسم الضابط صخر بن يازيد وكمل طريقه حتى وصل حدا مكتب آخر ضقه دخل كان شرطة في العشرينات استقبل سيف وقلسهم جمعين غاديش بقى تواقفة في بلاستها وحاضرة راسها الشرطة اللي ديز كيشوف فيها حسيت بعدم الارتياح وبغايت تخرجت سنة سيف في الخارج تمشات بخطة مسرعة وكي وصلت حدا الباب وهي تساطح معشي حد فقدات التوازن وكانت غادة تطيح كون ما شد فيها من خسرها بقوة حتى تخشات فيه جات عينيها في عينيه كان مغوبش شافها وزاد عقد حجبانه وهي سهات في عينيه مدوهم على نفس الوضعية حتى استوعبات وبعدات عليه حضرات راسها وقالت ليه اسمح ليه وهو يقول شنو كديري هنا قالت ها شدها من دراحة وقال ليها ايش جاي يد ديري هنا إيلا بغيتي تشوفيني تتاصلي ونجي عندك غادير بعدم فهم قالت له نشوفك شدها من ايدها وجرها خرجوا من المركز موقف حتى وصلوا لباركينج ودفحها وهو كيصوت قال ليها مالكي كتمت معليا آخر مرة تجي عندي لهنا غادير بقى تمشوكيا وحركات راسها بقى وهو يقول لها سخ يلا سيري دابا من اللي نسالي ندوز عندك غادير غير مصدومة أولا من شوفته ومن صدقاش هو دابا قدامها وقرب ليها تانيا تعاملوا معها وتوبيخوا ليها كأنه كيعرفها تخرب قات ما بقى تفهمة واله شافت فيه واقف مربع ايديه وكيشوف فيها هبتات راسها ودارت بغا تمشي ما حسات غير بايدو جراتها حتى تساطحات ما صدره باسها وهي بقت جامدة عينيها توسعوا من هول الصدمة حس بيها كترجف بين ايديه على غير عادتها واحتطع من القبلة جاه مختلف باعد وشاف فيها وكانت بحال ليلى منومة مغناطيسيا ما كترمش استغرقات بضع لحظات باش فاقت من القلبة وهي تباعد من بين ايديه اللي كانوا مازان محطوطين على خسرها هز حاج بنتق قيل يلا سيري دابا جاتها صدمة فوق صدمة عينيها باقحة لهم على وسعهم كل شي داز بالضربة مش هات كتجري وهي ما مستوعباش باللي باسها واش هدش فعلا وقع ليها ولا تخايل ليها ما عرفتش واش تفرح لان منقيدها كيف ما مسميها باسها ولا تعصد حي تجرق عليها وهو بالكاد كيعرفها وقفات وسط الشارع كتلفت في جميع الجهات بحال ليلة موضرة كانت كتجري ومعارفاش فين غادة تفكرات سيف وبغاد ترجع وخافت لقاه مرة أخرى واخداد تاكسيل المجنة سخر جاوه تصرفاتها غرام احتى عينيها والطريقة باش كانت كتشوف فيها مختلفة سيف كمل حديثه مع الشخص اللي دخل عنده وخرج كيف دار باليه سخر جاي وهو يرجع يتخبى وحتى بان ليه دخل مكتب دياله تحرك وكيقلب بعينيها الغادير ما بانت ليهش خرج وقلب نواحي المركز وما كانش لها الحز تشطن عليها وهزموا طوره كثيرا المجلة مرتاح تشافها جالسة في المكتب ديالها خرج عودتاني مشاخدال غداليه وليها ورجع وقف عليها بلاهدر جرها معاه وطلعوا في لسنسور الاسطح قلسوا كياكلوا وكملوا ما قلتهم غادير ما قدرتش تقول سيف شنو طرع معاها وفضلات تسكت هي براسها ما فهمت شنو وكملوا وهبطوا للمكتب خدانين حتى وصل الوقت المغادرة وصيف وصل غادير لدارها عاد مشا سخر كان في الطموبيل شات تليفون بإيده كيبقشش فيه وقاره في الإيد الأخرى هز دراسه وبانت لي خارجة انطرنا درا ولاهم النافدة فتحات الباب وطلعات باستو فخده دي مار الطموبيل وتحرك غادي والصمت سيد الموقف شوية شاف فيها وقال شنو قال ليك راسك احتاج هي عندي حتى المركز ها ساندي استغربات وقالت كيفاش انت جيت عندك المركز وقال ليها واشكت حماقي عليا ولا شنو وديك اللي شفت في المركز الصباح شكون ساندي ريقها نشفت وقالت ماشي أنا استخرح بس الفران بالجهد وقال كيفاش ايش هاد الشيكت خربقي عليا وشكون قالت هاديك اختي التوأم سخر قال ليها شنو اختك التوأم عندك اخت توأم ومالكي معمرك ما قلتيها ساندي قالت انا وياك عمرنا جبتنا عائلاتنا وعمرنا هدرنا عليهم باش نقولها ليك سخر قال اعلاش عمرني ما شفتها معاك ساندي قالت هي في شكل وخحنة توأم ما كانت تافقوش وكل وحدة فينا عايش حياتها كيف بغات هي انطوائية وحدودية وحشومية بلا قياس انا وياها كيف العملة الواحدة بوجهين مختلفين سخر قال وعلاش فاش هدرت معاها بقت ساكتا وما قالتش ليه باللي هي ماشي انتي وانما خطها ساندي قالت ما عرفتش اقدر فاجأتيها شنطرة بعدها سخر قال كانت في المركز وخرجتها وقلت ليها علاش جايل هنا ما جاوبتنيش بقات غير ساكتا وتفكر فاش باسها وقال ومشات ساندي قالت هي هاكا كديرا ماشي اجتماعيا وما كتعرفش تصرف قدام الناس كتبقى تمتم وتمساحب وقت ما كانت الانظار عليها سخر قال وشنو اسميتها قالت ليه ساندي غدير سخر قال داك شعلاش كانت مختلفة قالت ليه ساندي شنو اللي مختلف سخر قال النظرة اللي كانت في عينيها مختلفة على ديالك وهي تقول له نزاها عليك سكت وبقاكا يتفكر أحداث الصباح علاش ما نكراتش والتازمات الصمت عاد حرف علاش مش هاتكت جري فاش باسها صون عليه التليفون وهزو وهي تطلع عليه سميتها وجاوب قال ليها شنو باغا قالت إلينا من اللي انتاقلت للشقة ديالي عمرك ما جيتي عندي علاش كتجاهلني يا سخر قال ليها سخر مامثاليش دابة وقطع ساندي قالت له شنو باغا علاش كتشاوب على اتصالاتها وهو يقول سخر بيني وبينها الخدمة وداك شي اللي فراسك غير حيديه قالت ساندي كيفاش باغايتيني نسكت وهي غير لاثقافيك سخر قال هادي التفاهات والغيرة الزايدة ما عندنا ما نديرو بها سدي علي الموضوع دايزو الثلثيان كان كل شي روتيني في حياة غادية من الخدمة لبدالي كيف العادة ثالات الخدمة وخرجات هي وزيه أسرع ليها يوصلها وداك شي اللي كان وقف قدام العمارة ونزلات قالت ليه شكرا وفي هادا اللحظة وقف سخر قدام الإقامة بزيارته هز التليفون وبغي تتصل بها تهبط عنده وهو يسمع صوت الموته هز راسه كيشوف الشخص اللي سايق كمارته جاته مألوفة شوية بانت ليه نزلات اللحظة ظن أنها ساندي لكن طريقة لبسها وحركاتها بختلفين إذن هادي التوأم ديالها ابقى مراقبهم وكيشوف فيها بإمعان ضحكتها وحركاتها الخجولة وكل ساعة كتحدر راسها وتعاود تهزه شاف سيف شدها من خدها وهو يزير على الفولوم بلا ما يشعر وعقد حجبانه تباحها بعينيه وهي كتدير لسيف باي وكتبتاسم حتى دخلها ودار شاف بسيف شوفه ما مفهوماش بان ليه يتحرك ورجح هز التليفون بغيدووز الاتصال لساندي عاود لاحو فوق الكوسان اللي جنبه ودار بالناقص ودي مرضه موبيل وغادي زاعب علاش الله أعلم خاديت دخلات لشقتها ثلاته بدلات عليها ومشات حلات البايستيب غا تخدم فيه لقات فيديو مكتوب عليه اسميتها حلاته وبقات كتتفرج فيه وكتبكي داتها كلها كتترعد ودموحها كتجل على خدودها سدات الباسة ومشات تخشات في فراشها ومهنقرسها ودموحها ما وقفوش مخدتها في زقات وشحقاتها كيتسمع في أرجاء البيت بكات لساعات حتى غفات وفي الكازين واقفة في بلاستها وكتشوف بعينيها اللي متبعين شخص واحد بان لها التاجه للمسعد ومعها بنت من ملابسها بين عليها عاهرة عارفة باللي طالع اللوطين للفوق وناوي دوز الليلة هنا هذا هو الوقت المناسب باش تتحرك غير جاديك اللي غدت بلاسيها وهي تطير لغرفة تبديل الملابس خدات ساك وتوجهات للطوالات تأكدات حتى وحدة مكاينة وهي تلبس زيها الأسود ودارة الشعر المستعار خرجات كتتمشة عادي وطلعت في السنسور للطابق اللي فيه السويت من خلال مراقبتها لي عارفة السويت اللي كيشد نهار كيبات احنا مع شي واحد خرجات من المسعد غادة في الكولوار هزات عينيها شافت الكاميرات في كل مكاين حضرات رأسها كتقلف في ساكها كأنها نسات شي حاجة ورجعت من مين جان وصلت حتى السنسور ودخلات مع الباب لجنبه لي كيأدي للدرش كيكونوا خاوين وقليل لي كيستعملهم بسرعة حيدات حويجها ولبسات الزي دي الخدمة لغرف جمعات الشعر المستعار على شكل كعكة خشيت الحويج في الساك وخلاته تنمك فتحات الباب وطلات وبانت لها عربة دي الأكل جارها شاب ومتاجه للسويت خرجات بسرعة ووقفات عليه بابتسامة مغرية قالت سلام الشاب كيحمزت فيها وقال سلام وهي تقول هاد شي للسويت رقم خمسة ياك قال لها الشاب وي وهي تقول أنا غدا ندخل رئيس لخدم سيفتني بلاستك الشاب باستغراب قال لها وعلاج وهي تقول قال ليك صاحب السويت معاه المادام وما كيبغيش حس الرجال عنده في السويت قال ليها الشاب آه وخا سلمها العربة وتم غادي شوية عاود ووقف وضعر قال ليها واش نتي جديدة عمر ما شفتك دارت ضحكة صفرة وقالت لا غير كنت مع الفريق ديال الصباح وعاد بدلوني للليل الشاب اقتانع وقال ليها آه مرحبا بك معانا قالت ما أغسي تحرك من حدها وغير بال ليها غبر واجبدات قفازات من الجيب لبساتهم عاد جرات العربة دقات في الباب شوية وتحل وهي تبان لها هديك اللي طلعت معاه لابسة بينوار ساتان حيدات لها من الطريق ودخلات ساندي كتشوف في السويت وتسكانيه وهي تقول لها الأخرى من اللي تسالي سدي الباب موراك مشات كالتعوج ودخلات الغرفة النوم ساندي بقت وقفة في الصالة اللي فيها جليسة بالفوتويات وميني بار هزات ساندي الأكل وحطاته فوق الطبلة وجبدات قرعة صغيرة أخوات مقاطق في الكيسان دي المشروب بالكيد كيفانه تحركاته فتحت الباب وستاته كأنها غادرت ومشات تخباته ورسيطار دي البالكون تمخارج رجل في الخمسينان كرشو سابقاه جلت فوق الفوتاي وتبعاته البنت اللي معاه لابسة شميز دوني هزات القرعة المشروب اللي كانت فتات الفردة وحلات أخوات في الكيسان مديت ليه واحد وخذات التاني شربوه بواف دقة واحدة أما هي بقت كتبعك وتجغم بشوية السيد دغيس خف رجع رسول لور كيرد النفس والبنت ناضط عليه وقلسات بجنبه وهزات طبق الفاكهة وبدأت كتاكل فيه المنويم دار خدمته والسيد من شا وما بقاش تحرك ساندي بدأت كتصوت حيث الأخرى ما شرباتش الكاز كله خاص هات سنة مزعل طلعت ليها الدم و هي باقة كتخشف فمها تحركات بلحظ هزات باض ووقفات وراها كانت جالسة مربع رجليها حتى الطبق هبطاتوا لها على رأسها طاحت ضيحة وحدها دارت ووقفات قدامه كتشوف فيه بغل وكراهية كبيرة عينيها واللوحة مرين ما كرهاش تنفدك شي اللي باغا تدير ليه وهو فالق باش تشوف الخوف في عينيه وهو كيعيش آخر لحظاته ويحس بألم كل طعنه تحضراته هزات السروال وجبتات السكين اللي خاشيه في التقاشر تحنات عنده وطعناته ثلاث طعنات بحقد كبير وهبطات ليه البوكسر شايف بدك شي وضحكات باستهزار قطعت ليه قطيبه ودارته هو والسكين في بلاستيكا وخشاتهم تحت حويجها ومشات جرات العربة وخرجات من السويت خليتها في الكلوار ودخلت في حاطة الساك بدلت حويجها وخشات كل شي في الساك نزلت مع الدروج وخرجات من الباب الخلفي ركبات في الطموبيل اللي حطت ما من قبل وانطلقات بسرعة خرجات على المدينة وصلت الواحد لخلق وحرقات فيه كل شي حتى الزي دي الخدمة الغرف اللي سرقاته ركبات في الطموبيل وحيدات الشعر المستعار ولبسات حويج عادي وهي راجعة لاحظ القديم في الشانط كيف العادة وملامح الرضا والسعادة على وجهها وصلت الواحد لندينة ووقفات قدام أجونس دي الكراء السيارات دخلات وسلمات لهم المفاتيح للسيارة وخرجات شدات تاكسي الكازينو ودخلات من الباب الخلفي بما انظهرها العادي كسيبني الموطفة شدات البوست ديالها وكملات خدمتها كأن شيئا لم يكن وفي الصباح واقفين جوج بنات ديال ميناج قدام السويت كي يترقوا الباب وعلى فمهم خدمة الغرف ما كان حتى موجيب اخذت وحدا فيهم البطاقة الاحتياطية وفتحات الباب دخلاته هي كتقول خدمة القرص غير وصلت وسط الجهناح وشافت المندر وهي اطلقها بواحد الغوضة الاخرى سمعتها ودخلاتك تجري شافت دكشي وتصد معت خرجوا كي يجري ومخلوعين ومشوكين من دكشي اللي شافت عينيهم دقائق فقط وعمر سويت بالموظفين ورجال الأمن للوطين عيدوا على رئيس الفندق اللي جا شاف دكشي وصفار دار اتصال وطلب اخوي وسويت امر جاع اللي كانوا تنمى حتى واحد فيهم ما يهضر على دكشي دي شاف وإلى خرجات كلمة واحدة مصيرهم الطرد السخر كان في المكتب حتدخل عليه مراد وملاميحه من في السراش قال شاف وقعت جريمة في أوتالا رينو السخر هز فيه عينيه وقال جريمة؟ مراد قال له اه كان دون لها علاقة بالقضية ديانيا سخره وقف وتحرك بخطوات كبار خرج وتبعه مراد طلعه في موبيل وبعض دقائق وقفه قدام الكازينة داخله مع البوابة والتاجهه الفوق كيف وصل التاج اللي فيه سويت بين اللي عمر ورانيا واقفين ومعاهم رجال الشرطة وبعض الموظفين ديالو طين داز فيهم وقف في باب سويت دايري اللي شريط أصفر على شكل اكس قطعه بالجهد داخل مغدد شاف مسرح الجريمة راجل متكي على الفوداي حامل دمائيات طرب ليه وطلع على حجره شاف داك الشي مقطع وهو يزير على ايدو حتم شام منهم الدم ضرب طبلة الزاج اللي حده حتى تشتتات كيحس غير بالشمدة القاتلة ضحكات عليهم كيف بغاد خلاتهم حتى فقدوا الامل وهي تضرب من جديد استهان بدكاء القاتلة واصدق هو اللي خاسر في هاد الجولة ولكن الحرب ما زال مسالات داروا هدر مع عمر بعينيه دخلوا فريق الشرطة العلمية خلاهم كيديروا خدمتهم وخرج للبالكون قال وموجه هادرتول رجاله خويه وعليه هاد شي من هنا تقدم رجل متوسط العمر ووقف قدام سخره وقال بتعالي لوطيل عنده سمعة في البلاد وكايتصنف من بين أحسن لوطيلات في المغرب كانت منه تديروا خدمتكم بلا حس وإلى خرجات شي حاجة غادي قرب لي السخر حتدخل فيه وهبط عينيه عنده حيث كان قصير عليه كيشوف فيه شوفة ديال القتيلة وقال له شكون انت قال لي الشخص المدير ديال له طيل وهو يقول السخر المدير ماشي المالك يعني موظف بحالك بحال دوك اللي كيديرو الميناج وعليش هاز خنافرك من الصباح وهو يقول للمدير احتعر مرازق ولا غادي التير من البلاستيك الصخر قال ليه باستهزان وويلي وهز ايد ديه وشده منه ربطة العنق كيشوف فيه بشوفته الحادة وكيزير في الربطة تحته تزنق المدير ولا وجهه حمر وتقطعات فيه نفس وجه المدير اسراق كيضروف في صخر بايد ديال اللي ما حاسبه وعله وجا عمر كيشري حتقيلته هلكتف الصخر وقال له السيد غادي موت اطلق منه خاصك تتهدن العقيد التاصل لازم تقابله وهو يقول صخر عارف اش غادي يقول حسن ما نشوف حتى واحد في هات الساعة وهو يقول له عمر غادي نقول ليه مشغول ولكن ضروري تشوفه غدا دو الصخر ادوه لشعره بعصبية تفكر شي حاجة وشاف عمر وقال شكون كان معاه في الغرفة وهو يقول له عمر باش عرفتي كان معاه شي حد قال ليه صخر مني يتب غادي يقصر مع الجنون مثلا والتبعد الدم اللي في الضربية باينما شدياله قال عمر كانت معاه وحدة لقاوها فاقدة الوعي وراها في الكلينيك صيفت معاه جوج من رجالنا ملت فيق غادي ناخده اقوالها وهو يقول صخر والكاميرات المراقبة عمر قال مراد غادي يجيب تسجيلات المركز بعد ساعات كانوا مجموعين في مكتب صخر مراده رانية في الفلتاخ الدانية وصخر غالس في المكتب ديالوق وعمر واقف حدا كي شاهدوا التسجيل دياليوم وقوع الجريمة دوذوا بالتسريع احتى بان لهم الضحية طالح هو وعاهرته وخلاوا التسجيل دوذ عادي بان لهم بنادم غادي جاي احتى حد ما متير للشبهات واحتى حد ما قرم الجناح بعد نص ساعة بانت لهم انتة بلباس اسود وشعر اشقر غادة احتى قربات لسويت ووقفات كان صخر مركز الشوف عليها لعل وعاسي بان وجهها ولكن وعنوا بان جزء صغير من وجهها ومغطة بالشعر كانت كتتحرك بحدر وكأنها عارفة ودارسة مكان الكاميرات هات الشي خلام كل من صخر وعمر يشاهدوا بترقه هبتات راسها كتقلب على شي حاجة بصاكها ورجعت صخر رجع باللورد كعلى القرسي قال ايدا ماشي هي بعد دقائق معدودة بان لهم شاب جار عربة دي للأكل ومتاجه للسويت دي للضحية ارجع صخر التكة على المكتب فاش بانت ليه واحدة لابسة زي خدمة الغرر واقفة مع الشاب كي يهضروا ما يمكنش يسمعوا هضرتهم لأنه الكاميرات ما مزوادينش بهات الخاصية الفتاة عاطية بظهرها الكاميرا شافوا الشاب غادر وهي دخلات للسويت صخر كارز على ايديه قال بنت اللادينة هي هي نفسها اللي كانت لابسة لكحل قال عمر بالليتي نشوفه فاش غدا تخدش اكيد غادي تدوز من قدام الكاميرا سنوح تبال لهم الباب تحل وحطات رجلها خارج الباب وعينين صخر مركزين على الشاشة كي ينتظر خروجها بفارغ الصبر واخيرا غادي شوفوا جه القاتلة اللي رونات ليه عقلوت حداته موحلش مع المجرمين الاكتر خطورة في العالم وحل معها ولكن مهما طارت غادي تطيح بين ايديه وديك ساعة غدا تكون اخرتها خرجات كلها وهو يبانو جهة دايرة كماما ديال صحاب الميناش اللي كي نضفو الطواليطات نصو جهة ما كيبانش ومهبطاه ما زهر صخر زعف بالمعقول هز داك الباسيو خبطو مع المكتب عمر واقف وكيمسح على وجهه ومراده رانية وقفه كيشوفوا فيه عمره ما تقلق لهذا الدرجة على شي قضية ديما كيكون مبرد حتى فاش كيستجوب المجرمين وكيعاندوه يستفزوه كيبقى كالم وكيطلع منهم داك الشي اللي بغى بدون مجهود خرج بخطوات مصرعة غادي في الكولوار حتى تلاقب العقيد اللي كان التاجه عنه قال له العقيد صخر تبعني تبعو ومشاو القاعد الاجتماعات وهو يقول العقيد عارفني ما كنبغيش ندخل في شغلك ولكن القضية زادت كبرات والضغوطات حتى هي عندك اخر فرصة الى ما القيتيش المجرم قبل ما يقتل ضحية اخرى غادي تتحمل لك القضية وانا كنعرفك ما تبغيش هادش يوقع نبغيك تستعمل اي وسيلة مهما كانت والقاتل يكون ورا القضبان خرج الحقيد وخلتوه مورا قاعدة حاجة عن الصخر هي اللي يتحكم فيه ويملئ ليه الاوامر خرج من المركز وركب في التموبيل وكسيرة من قفحتها القدام وحد البوارد دخل داخل وقلس في بلاسه معزوله وطلب النابيد وجابوه ليه وبقى كيشرب منه شوية صنع ليه التليفون دياله جبدو وشاف شكونه جاوب قال بصوت تقين شنو وهي تقول له ثاندي وبغيت نشوفك بقى ساكت وهي تقول له فين كاين اعطاها الاسم ديال الحانة اللي هو فيها قالت ليه نجي عندك وهو يقول جي قطعه وحطه على الطابلة وشير للسيرفور وشاب ليه قرعه اخرى عمر الكاز وبده كيشرب جات ثاندي ودخلات ومشات لعنده شاف نظاراتها ليه وهو يدور ايد دورة دارها شرها من خسرها لعنده وخشى رازف عنقها قال ليها شكون انتي هادي انتي ولا هيا؟ قالت شكون كتقتلت وهو يقول انتي ماشي هي هي عينيها مختلفين شوية ضحكتها كل شي مختلف قالت صخر على منك تهضر هادي انا ثاندي حيدات ليه الكاز من ايد دورة قالت بارك عليك وقف شاد فراسو وهو يقول لها كتلعب معايا غادي نقتلها غادي تشوف الجحيم على ايد ديها تم غادي وكيتحلف وساندي ما فهمات حتى حاجة الزيت ساكها والتليفون ديالو والكونتاكت من فوق الطابلة تبعاته وغير خرجات بقليها واقف كيكمل قربات ليه وعمقاته من ضحوه حسب ايد ديها على خسره ودار كيشوف فيها بشوفات فشكله وهي عايمة في عينيه اللي كيدوغبوها اركبوه في الطموبيل وعطاها العنوان وساقت هي بعد مدة وقفات في حي راقي فيه لي مورو بشقاقة كبيرة وشاسعة كانت واقفة واحدة فيهم هال عينيه وتلفت عندها كانت كتشوف فيه ودور وجهه حل الباب وهبط حتى هي خرجاته تبعاته كان كيتماهيه شدات فيه وطلعه في سانسور اتحل وهو يخرج وقف حده باب الشقة ديها كيشوف البطونات حيث كيتفتح بالكود ماشي بالسعر دار الكود وصدر صوت بلي الكود خاطئ عاود داره ونفس الشي خبط الباب برجليه وهو يغوت قال مال هاد الشي قالت تهدم ماذا هو الكود؟ قال لي هالكود ودارته عادت تفتح الباب لدخل ودخلات موراه وكانت شبقة فاخرة ووازعة ومفتوحة ماشي ديريك تلفتها وتلع على الفوتين حطت الكونتاكت وقطبنا هو والتليفون دياله وقربت عنده قالت صخر ها نمشي هالعينيه وكانت محنية عنده وقريبها ليه جرها احتطحت عليه وقع بيناتهم اللي وقع ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر